السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم هيسم مرسي من كوينات برو الفيديو بتاعنا النهاردة هو فيديو مكمل لفتور نت أو شركة فتور نت الشركة العظيمة اللي بدأ من 2004 تقريبا شركة تحدث عنها الكثير من العرب والكثير والكثير الكل تحدث عنها بشكل جيد جدا طبعا وأنا كمان واحد من الناس اللي بتحدث عنها بشكل جيد جدا طبعا استثمرت فيها 180 دولار هنا و180 دولار في الماتريكس وتكلمت عن الماتريكس بواجه عام بس ما شرحتش أكتر وأكتر في الماتريكس في الفيديو اللي بلي وهسيب لك الفيديو فوق تكلمت عن اللي هو الأد أو مشاهدة الإعلانات بمعنى صح لسبب معين أن زي ما أنا قلت هو ربح حلال وربح مضمون هي دي الفكرة وطلعت النقطة اللي ما طلعهاش أي حد وقال إن كام نسبة الربح أو الطريقة شغالة إزاي والكلام ده واتكلمت كويس عن الشركة بس حبيت أوضح للناس أو للأعضاء أو للناس على الأقل اللي مشتركة معايا أو مشتركة من خلالي وجد نظري من ناحية هذا الموقع وحفظنا على مالك وكمان تكون عندك دراية بكل شيء الشيء الحلو والشيء الوحش رح أقول لكم دلوقت عليه إن الشيء الحلو اللي احنا بنحب أو أنا جدت نفسي بحب أقولك على الحاجة زي ما هي كده ما ههمنيش إلا أنا أكسب من رابط حالتك أو غيره إنما بعض الأشخاص أو هم موجهين وعارفين نفسهم كويس هم ههمهم نفسهم وبس تمام؟ من غير ما أقول أي اسم أو أي شخص أو أي حاجة أنا حبيت أوضح لكم بس نقطة صغيرة كده بدون كلام لأن شفت كلام كتير على طلع فيديو على اليوتيوب ناس بعتهولي طبعا أشكر الناس كلها إلا عملت لايك للفيديو بتاعي اللابلي كده وإلا عملت ديسلايك كمان لأن كل واحد لي وجهة نظر وحرية الاختيار أنا ذات نفسي جيت على نفسي لازم تفهم نقطة دي جيت على نفسي وجيت على شغلي لأنوا انت عارفين اليوتيوبر كلنا بنربح من الأحالات بنربح من الزيارات تمام في من اللي بيشتري ديسلايك كمان عشان يباوى الشغل شخص معين ولكن كلها حاجات تصدقوني عبيطة يعني حاجات لأشخاص أعلوهم قد كده تمام بعض الأشخاص قاموا بمهاجمتي في فيديوهات وقالوا لنا ما بفهمش أي حاجة في الماركتينج وما بفهمش أي حاجة وتقريبا زي ما قالوا كده تقريبا أنني شخص ممكن أكون فاشل أو حاجة زي كده أو فاشل ده وجهة نظرهم هم الخاصة لهم احترامي وكل احترامي طبعا لأن كل شخص ليه وجهة نظر خاصة به وأنا ما قدرش أغير وجهة نظرك أنت اللي تقدر تغير وجهة نظرك بنفسك ولكن النقطة اللي أنا جاي أتكلم عليها النهاردة هو بمعنى شرح شرح ولكن أنا جاي أوريكو بروف لأن أنا ما بخش في الحاجة بخش لحد الآخر يعني صدقوني الكلام اللي أنا بقوله لكم أنا عندي دراية به أكتر من أي شخص عايش في بلد وبيتكلم من وراء الكاميرا لأن أنا عايش وعندي موقع وشركة ومتجر يعني حاجات على أرض الواقع في أوروبا وفاهم يعني إيه أما تكون عندك ريستورانت وفاهم يعني إيه أما تكون عندك محل كباب تمام وفاهم إيه أما يكون عندك شركة أو تعمل وابنار أوكي وفاهم في الماركتنج أيوة وفاهم في حاجات كتير وبشرح مواقع ممكن تكسب منها فلوس وممكن تخسر منها فلوس ومواقع ملاش أي لازمة في الدنيا ولكن ده شغل زي ما أنت بتشرح موقع لفوتور نت وبترغم الناس وبتقول لهم واو خشوا معانا الفريق وهنعرفكم وهنعلمكم وهنشغلكوا والشركة موجودة وليها أكتر من ومن 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 وبقالها من 2014 وهقف عندي كده وهنبدأ شرحنا النهاردة وهوريكم أنا أما بدور على حاجة مش بدور عشان أبوزها ولكن بدور عشان أنصحك في نفس الوقت ما أنا نصحتك في الفيديو اللي فات بتاع فوتور نت والماتريكس أنا نصحتك اللي أنت تشتغل على فوتور أدبرو وما نصحتك اللي أنت ما تشتغلش على الماتريكس ولكن بعض الناس بتقول لك ما تشتغلش على فوتور أدبرو واشتغل على الماتريكس أنا ورت لكم حسابي تمام؟ ورت لكم حسابي وهوره لكم مرة تانية دلوقتي في شرحنا وأقول لكم أنا ليه ما يعني ما شفتش أو ما سعتش أو ما دورتش اللي أنا أجيب حد أو أجيب أعضائي يشتركوا أو ما عملتش فيديو تاني لأن من السهل جداً اللي أنا أطلع النهاردة أعمل خمسين فيديو وحضره وحطه تا 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 وإيه أنت وإيه أنت وحضرتك وحضرتك بتاسك فيها بالتالي بتخش تشترك في الموقع هنصحك بإيه اللي أنت تشترك بمية خمسة وتمانين دولار بتشتري كل الخنات تمام؟ يبقى أنت كسبت إيه اللي فوقيك أنا منا اشتركت في فوتور ماتريكس اشتركت عشان صديق لي مغربي وهو أخ ومازال أخ وصديق دعوني دعاني لهذا الفكرة أنا كنت عايز أخرج من الاستثمار عمتاً أو البروفيشنال انفستيمنت ودور على حاجة للربح الحلال والاستثمار وكمان تريحني نفسياً من شغل الهايب وشغل قلة الأدب دوت فاخترت حاجة صحة فغمرت بفلوس عشان أتعلم خلينا واضحين في الكلام غمرت بفلوس عشان أتعلم اشتركت من خلال صديقي وأخي العزيز كريم فهمني الماتريكس طبعاً أنا ما أعرفها اسمها كاتينا سان تانتونيو والبونزي سكيم هو أصلاً راجل إيطالي وأنا راجل دارس ناس اللي متقولش المفاهمة في الماركتنج أنا راجل دارس ويمكن أعرف أكتر منك في حاجات كتير يلي أنت اشتغلت على 3 و 4 مواقع شابهين بالدول والماتريكس فالنهاردة رح أسبيت لكم كلام الصح والغلط وإنت ليك حرية الاختيار فلو عاجبك الفيديو ده يريد تعمل لايك أو ديس لايك بس تسيب لي رأيك عشان رأيك مهم سواء حلو أو وحش في الفيديو اللي فات واحد كتب لي راجل ليه كل الاحترام اللي هو بيشتغل على فطور أد فطور ماتريكس ورقم تليفونه وكده هو مغربي أنا سبت رقم تليفونه لأن طبعاً أنا ليه اللي أنا أقول له وإنت ليك اللي أنت تقوله وأنا ما بعلنش النفسي للماتريكس ولكن ممكن بيكون بعلن لك أنت بطريقة عكسية يعني معنا صح أنا ممكن العميل يسمع كلامي ويقول إن كلامي غلط فيتجه ليك ويشترك من خلالك أنت تمام فأنا بباوز شغلي بيش بعدل شغلي لأنني بإمكاني أطلع أعملك النهاردة البحر تحينة يعني بلغة مصرية أو خليك الدنيا جميلة ورحتها كلها ورد وروز وإنت تخش يعيني تخسر فلوسك وخلاص تمام فمشوار الحوارات اللي بتقالك اللي أنت بيش ما بتعرفش تسوى والكلام ده اسمها ما بتعرفش تنسب على تحديك وأنا هوريكو الكلام ده دلوقتي هنبدأ بإزهار حسابي الأول وأرباحي من خلال فطورة برو وفطور ماتريكس وبالتالي هنقف عندي هنسيب فطورة برو لأنني سحبت منه سحبت منه وقلت لكم الكلام ده وقلت لكم الموقع بيدفع لحد النهاردة وهيكمل وهيدفع تمام وأقولوك كمان أن فطورة برو رح تعمل سبونسر مع ريت بول في الفراري يعني باستخدام عمرتها فطور نت أوكي بالشغل وليل مش حاجة وليلة أوكي ولكن دوت المفوض أنت ما تفرحش بيه وتقول هاي هاي أنا فرحان لا مفوض تزعل وطعيط لأن البيتكوين الأب الروحي مش عارف يوصل والسكام كوين بيقدر يوصل بيش سكام بمعنى سكام ولكن فطور هي أي العملة أي عملة الفطور كوين أو أي عملة أي عملة إحنا بنتكلم على البيتكوين يعني ما أنا عملت العملة بتاعتي للتوكن بتاعي كانت بزعت أسول كونتراكت سمارت كونتراكت للإتيريوم ولكن أنا يعني بيش ضد البيتكوين أو ضد الكريبتو كارانس ولكن أنا بستخدم ده كحرية مالية وهي ده اللي اسمها الحرية مالية بيش راح أحط فلوسي في فطور نت وتقول لي حرية مالية يا أخي العزيز حرية مالية معناها أن أنت يمكنك السحب في أي وقت في أي مكان قانون فطور نت ممنوع السحب أول ما تحط فلوس ممنوع السحب اللي أنا عرفه وليس متأكد منه أن 35 دولار أقل لتقريبا حاجة للسحب والله أعلم ممكن أكون غلطان في النقطة دي ولكن أنت عشان تشير لازم تشيري 3 باكات تقريبا بحاجة زي كده يعني أنا يعني أشخاص وقالوا لي لو سمحت شرح لنا الموقع دوت لأن إحنا شفنا فيه يعني حاجات حلوة فأنت رأيك إيه وأنا واجب عليك كشخص هقول لك يعني ما يهمنيش ربح الحالات أو بناء فريق تحتية لأن في الآخر اللي تحتية هو اللي يخسر بس اللي هفقية هو اللي هيكسب موضوع عكسي اسمه بونزي سكيم وهنشوف دلوقتي مع بعضنا كلنا فيديو مش هيكون طويل قوي لأنه مش عايز أتكلم كتير أنا هجب لكم كله يعني أنا هقول لكم اللي فيه مين وحصل إزاي وإنت لك حرية الاختيار أوكي أشكركم وشوفونا دلوقتي هنكمل ونشوف الحساب بتاعه عامل إزاي طب يا شباب زي ما نشايفين هو دوت الباك أوفيس بتاعه فطور نت إن جنرال عندنا فطور أدبرو وفطور نتورك وفطور نت الباقي كله موجود تحت دوت وتحت ده وتحت ده أوكي تمام هنركز فيه فطور أدبرو أنا سحبت منه لحد الآن الموقع شغال تمام بدون أي مشاكل خالص فمعناش أي مشكلة منه تقدر تشتغل عليه ربح حقيقي هنقول حلالة إن أنت بتشتغل يوميا ولكن أنا جبت لكم النقطة إزاي وأثبت لكم اللي أنا سحبت منه مبلغ معين قلت لكم في أول فيديو ليه ولو ممكن ترجع لي إن فيه حاجة فيه صغرة في هذا الموقع لو أنت دفعت بالبير هما مش هتشوف أول دفع فأنا دفعت خمسين وبعد كده خمسين وكدت على الحساب اللي أنا أجرب بس باقة طريقة أنا أشتري ثلاث باقات لأنه ما شفتش أول دفع ما جالكش الصفحة بتحمل ما بتجي لكش فحزاري اللي أنت تدفع من البير مرتين أول ما تلاقي الصفحة بتحمل تعرف إن أنت دفعت هما بيقولكش الكلام ده ثاني مرة هتلاقي كل حاجة واضحة فهما بيأخذوا منك مرتين الدفع عشان بيفتحوا لك باقتين وعلى كده كده أنت معاك فلوس في بنكك ودي أول نقطة محدش أخذ بالها منها بس أنت الأرجات الأول شرح لي هتشوفه ده الشيء الوحش في فطور أدبرو الشيء الكويس اللي هو بيدفع طبعا وهيكمل يدفع لأنه عنده حقول من المواقع الاستثمارية اللي فيها الناس زي وزيك وزي كل الناس اللي عايزة تربح وده مش عيب ولا حرام فنسبنا من دوت لأنه نتكلمنا عليه نرجع لحبيبنا حبيبنا الفطور الماتريكس لأنه في ناس كتير بيقول لك أنا ما بفهمش في الماتريكس وكأن أبغريد توماتيك نوفا بوزيتيوني 500 دولار والحوارات دي كلها أنا شاري زي ما حضرتكم شايفين هنا باقتجي بعشرة باقتجي بخمسة وعشرين باقتجي بخمسين وباقتجي بمية تماما شباب هنا بيقول لي لا أه بس استنى بقى بيقول لك اشتري باقتجي كمان بخمسمة دولار عشان تكسب كويس عشان تكسب كويس اللي هو العكس تمام خلين عشان احنا في الفيديو ما ينفعش نقول كلامي زعا تمام تعال نشوف أنا دفعت دلوقت ده بحضرتكم عشرة خمسة وعشرين خمسين مين عايز ادفع انت كمان ادفع يا سيدي تعال بص الشبكة بتاعتي ولا اللي فوق بيساعدك ولا اللي تعطي يساعدك اوكي انا ممكن النهاردة اقول لكم اللي هيسجل من خلالي هتديع عشرة دولار تمام كل الناس هتسجل من خلالي هابني شبكة وهتشتغل تمام عمتا عمتا مبدعيا المصريين ما بيشتغلوش على الماتريكس لان احنا عارفين الريان وعارفين 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 تبقى بس الاخوة المغربة وبعد الاشخاص المصريين اللي هم فاكرين يعني لسه اللي فيها امل وكل الحوارات دي ولكن ليك حرية اختيار تمام تعال نقف عن النوتة دي ونشوف ان هو هنا كوبرايت من 2014 ل2017 يعني هو شغال من 2014 وهرجع للخطوة الورى وهنقول مين اصحاب الشركة مين اصحاب الشركة ديت وانت عارفين هم اللي هم البولندي والالماني اللي هو الرجل العظيم رومان مش عارف ايه وستيفن طيب يا شباب بعد ما تعرفنا على اصحاب الشركة اللي احنا عارفينهم طبعا بدون اي مشاكل خالص هنرجع هنا وهنرجع هنا تاني وهنبص على الماتريكس اللي كان في 2014 2017 وتذكروا معي 2014 وبعدين هروح لرابط دوت وهشوف كده ان في 2014 تم النصب على اعضاء كتير جدا حوالي 325 الف دولار او كانوا بيبيعوا استوكات وكلام من دا عبارة عن فريق كبير اه اعرف يوصلوا لي والبعض ما عارفوش يوصلولو بعضهم امريكان وكلام من دا ولكن شد انتباهي واحد اسمه ستيفن هنا تمام شد انتباهي شخص اسمه ستيفن هنا هو دا اللي انا هبص عليه تمام هو كان مشهور ستيفن 38 او ستيفن اير هو بش ستيفن اير اير ولكن انا اعتقد ستيفن رومان يعني هو اختار اسم مع اسم تاني تمام لانه كان ايشتغل في الشركة دا وطبعا في ما فيش حد للكلام دا ولكن انت لازم تبحث عن الحاجة ويكون كمان يعني عندك وقت وطاقة اللي انت توصل للمعلومات الصحيحة ممكن اكون انا غلطان ممكن اكون انا صحيح فاللانا بطلب منك اللي انت تتبان الاخر الفيديو وتسيب لي رأيك هندخل على الموقع اللي ايما وفول طبعا هنقفل الصفحة دي ما هنرجع على صفحة اليوتيوب ديت وهنشوف الفيديو دا وانسمعه مع بعض كده ثانية واحدة ونشوف اذا كان الفيديو يعني بتقدر تسمعه كويس ولا لا يا رب تسمعه حط السماعة وعلي السماعة دلوقتي واسمعه قلتلي اسمه ايه هو تعالي رجعتني كده عشان بس ما عليش ما حاجش يقول ايه اللي انا غلطان او مسمعت غلط سوف نبدأ نعم ستفان مورغن شتان انت فين شتيفان مورغن شتير انا غلطت شباب انا دعيت حد على حاجة غلط لا انت كذاب انت راجل ما بتفهمش في الماركتنج انت راجل ما بتفهمش الكلام ده كله اوكي هنقف هنا شباب هنقف هنا عشان بس ايه هوريكم حاجة مهمة احنا وقفنا هنا لان طبعا شركة جرين لاين اونلاين كانت شركة بتبيع اسهم في البترول مش حقيقية طبعا كان عبارة عن ماركتنج والماركت ده افتليت نتورك والافتليت نتورك دوت عبارة عن بونزي سكيم والبونزي سكيم ده عبارة عن انت بتشترك من خلال شخص والشخص ده بيجيب صاحبه وصاحب بيجيب صاحبه وكل الكلام ده نتكلم عليه دلوقتي اوكي هنقف خمس دقائق بس قبل كده عشان هتقالها علي لانا ما بفهمش في الماركتنج وما بفهمش في التسويق وانا انسان فاشل وما بعرفش وبش عارف باعتمد على الناس اللي قبلية والناس اللي بعادية ولو ما فهمتش معنى الماركتنج والكلام ده لازم تفهمه عشان تعرف تشتغل وكل الكلام اللي هو يعني اوكي شكرا انا هتوريكو حاجة مهمة دلوقتي ان شاء الله هسيب لكم كتاب للتسويق الشبكي بواجه عام عشان تفهمه في موقعي كوينات برو ايكون سعره 10 سنت متاح لكل الناس عشان تفهم وتفهم تعالي هنا نشوفه بيقولك هنا ايه اذا كنت قد سمعت ودخلت بالفعل في احد تلك الشركات فمن وقت ان تعرض لك تلك التحديات او سمعت عن تلك الجمل وهي تلك الشركة هرامية ولا تلك التسويق شوي حلال ولا حرام شركة نصابة شركة غسيل اموال استغلال الشباب وتدبير الاقتصاد بيع الوهم توظيف اموال شركات اجنبية هدفها تهريب الاموال المحلية الخارج تلك الشركات امريكية شهنانية هدفها تدمير البلاد وكل الكلام التعبان دوت اللي انت سمعته واسئلتها اللي بتدور في دماغك ولكن ده مش مهمنا احنا يهمنا حاجة مهمة جدا هو ايه هو الفرق بين التسويق اوكي الفرق بين التسويق دوت يا شباب انا رح هورهلكو دلوقتي عشان تشوفوه معايا عشان نبقى احنا متفاهمين وفاهمين ايه الكلام علشان انا الناس بتقولي انا ما فهمش حاجة فانا ما بفهمش حاجة تعالى نشوف مع بعض دلوقتي تمام ما هي المسترحات الدرجة في السوق حتى نستطيع تعرفها والتفريق بين المسترحات الناس ما عن تسويق الالكتروني تسويق الشبكي البيع المباشر تسويق الهرمي التسويق متعدل المستويات والتسويق المباشر هو دي انواع التسويق كله تعالى نشوف ايه هم دول علشان بس أنا ما بفهمش حاجة البيع المباشر هو عبارة عن بيع المنتجات من الشركة أو من المصنع إلى المستهلك مباشر وليس عن طريق سلسلة كنوات للبيع الأخرى اللي هو في الحالة ديت كوينات برو تمام؟ أصلا أنا ما بفهمش حاجة ومش عارف إيه تسويك الشبكي هو اللي أزلت لك عليها أين أن تسويك متعدد المستويات وهو نوع من أنواع البيع المباشر في شكل خطط أرباح مختلفة لدفع عملات نتيجة بيع منتجات وهو في الحالة بتاعتي أنا ببيع منتجات أما التسويكه ما باشف هو البيع عن طريق الكتالوج اللي هو الراجل بيخل شريك للمحل اللي بيقول لك بيع أو التليفون أو التجارة اللي كتابة بحيث يكون الاتصال عن طريق وسيط وليس لها وجه اللي وجه كما هو الحال في البيع المباشر تمام؟ اللي همينا طبعا دلوقتي حبيبنا التسويك الهرمي التسويك الهرمي هو من هو دخل أشخاص دخل أشخاص بشكل معين بمبلغ مدي وأقناع غيرهم بالدخول معهم فيه بالشكل هرمي ويربح من القمة المال والكثير يخسر المال من كاع الهرم وهو محرم دوليا وهو محرم دوليا تعالوا نشوف النقط دي مهمة ولا لا أو حقيقة ولا لا بيقول لك تسويك الهرمي هو عبارة عن دخول شخص بشكل معين بمبلغ مدي وأقناع غيره اللي هو اللي بتقول عليه صاحبنا متريكس بمبلغ مدي وأقناع غيرهم بالدخول معهم فيه شكل هرمي ويربح من القمة ويخسر من كاع الهرم وهو محرم دوليا وهرجع لها تاني دولا خالي بالكوا شباب في فريق من تسويك الهرمي والتسويك الالكتروني تسويك الالكتروني انت بتبيع منتج معين من خلال شبك الالكتروني عن طريقها في تليت نتورك التسويك الهرمي ده تسويك تاني اللي احنا نتكلم عليه عن متريكس ودوت هديك رسمي كمان جزيز جدا لأصحابنا عشان يفهمه الفيديو طويلا بس مهم صورة من الانترنت مخطط بونزي للتسويك الهرمي وعملات رقمية تقوم بنفس الطريق عرب بيش عارف كذا بيقولك ان القائد هنا بياخد فلوس تحت القائد بياخد 4 فلوس مثلا 3 دولار الاتنين دول بيجيبوا 3 اشخاص كل واحد بياخد دولار يعني اللي اخد هنا اخد 6 دولار و 6 دولار 12 دولار الاتناشر دولار اللي تحتهم الاتنين اخدوا 3 و 3 6 بعدين اللي تحت الاتنين دول بياخدوا 3 و 3 يعني هما 6 افراد بياخدوا 1 2 3 4 5 6 بمعنى صح اللي فوق اخد 12 اللي تحت اخد 6 واللي تحت خالص 6 افراد اخدوا 1 هو ده التسويق طبعا ده البونزي ده بونزي طبعا الاخترع البونزي وهيقول لنا حلقة تانية عشان نتكلم عليه بنفس الطريقة كده برضو هي ده البونزي او هو ده البونزي وفيه كمان كلمة واحد كان اعملها يعني جميلة جدا ده شكل سريع جدا اللي بشرح لك البونزي طيب انا كده يعني وقفت عن البونزي وكلمت كتير عنه تعالى انت بتتكلم انت كذاب انت شخص ما تفهمش حاجة عشان ما تقولش عليك الفيديو انا هسيبلوكو رابط الفيديو لو انت عايز تشوفه كمان عشان نخفي الصوت خالص ونطلع شوية كده هنتكلم عن الموقع هو ده الموقع تعال اوبا انا معرفش مين دول ده مين دول ده مين دول حدش قالي الكلام ده رومان اهلا بيك رومان شتيفن شتيفن رومان واحد اتنين مين دول يا شباب مين دول ها مين دول تعال كده بص عليهم كده مين دول مش عارف انا كذاب صح لا هم مش سكام لا هم مش سكام انا اللي مفهمش حاجة وانا اللي كذا بس تعال بقى لو احنا روحنا شوفنا ان رومان ان رومان بيشرح بيقول للناس اللي هو ملوش داعه بالموضوع ده خالص المسؤول واحد تاني خالص طبعا الكلامنا معروف هو بيقولك ان هو ده المسؤول تمام زي ما بيقولك في التاني في الفيديو بتاعه في دوت ان هو ده المسؤول طريقة احنا عارفينها جدا وسهلة لكن انا بطلع بقول انا المسؤول قدامكم امام الله قبل اي حاج تمام تعال نشوف اما بيشتغله في التاقة الشمسية هو ده نظام جرين انيرجي نتورك ماركتنج اللي نفس نظام بتاعنا وراح اتكلم عليه اه عشان انا عارف ان هيطلع فيديو تاني فهطلع بفيديو تالت لحد ما استبصوا كل ما تطلعوا فيديو انا هطلع بفيديو ما فيش مشكلة خالص عندي انا هطلع كده ووريكوا بس حاجة سريعة جدا انه بيتكلم عن الفيديو بيتكلم عن البونزي تعالوا بصوا كده خمسين سنة مش عارف ايه والحوارات دي كلها اوكي عمل حج خلص بصوا الكبو الكبير واللي بينزل تحتيه الناس الصغيرين نظام البونزي بتاعهم نفس نظام السكام اهو نفس نظام تعالوا ارجع اهو بيقولك اللي انت هتبش عارف هتاخد تحتيك احالات وممكن تسمع كل الصوت يعني انا هسيب لك رابط الفيديو عشان اسمعهم ستارت دينينك دا بري لانشنج ستايج وبش عارف ايه و 30 نيورو ولانشيز فور ستارت كيت ولو هتلاقي الدايموند وبش عارف ميمبر برونز وسلايد وغولد ولو انت دخلت عالموقع بتاعنا في فطور ماتريكس هتلاقي نفس الحوارات دخلت ليه دخلت ليه اهو اهو ميمبر بيزيك جولد اسكوليزيف سافين اي رويل تمام ميمبر برونز سلايدر جولد سبيشيال ماستر اوكي هنغير ونكتب كلمة تانية لا انت كذاب ماشي برونز بش عارف كواليفيكيت اتنين بيرسون كواليفيكيت تجيب شخصين وبعد كده اللي تحتيك يجيب اربعة وخمسة نفس الحوار عشر افلاد هتربح كذا والهدايا وكل الكلام ده اهو نفس الحوار لحد ما توصل ليه الدايموند نفس الحوار نفس الحوار نفس الكسبة علينا اهو الابلود الاوبلين اللي هم الريفرر من تحتيك 2% 2% يعني 30% يعني انت بش عارف فطور نت وفطور ايدبرو فطور ماتريكس هناسب جدا بتديك 30% تعال نشوف اندفرست بريد افتر اوفيشيال كومباني مش عارف كذا كذا هم نصبوا على البشر زعلوه وبدأوا حاجة نظيفة تمام عشان بقول سكام يعني تمام عشرة اتناشر وربعتاشر وعشرين في المية تمام اهو ده ستيفن ذات نفسه بيشرح اه احنا بنتكلمش الكلام ده الهدايا اصلي في ناس غربها وسطلاها هدايا وسطلاها فلوس والكلام ده طبعا من فلوس الناس الغلابة تمام اهو تعال اشوف اهو عشرة برتنر هيديك ايباد عشرين ايباد ايباد بش عارف تاتش نفس المواضيع ونفس الحوارات ونفس الصورة ونفس الصورة تمام لو عايزين نواجه بعد انه واجه بعد واكلمك على طول لايف ونتكلم ونشوف من اللي بيفهم في الحوارات دي تمام ميت برتنر هتاخد خمسمائة ديورو متين وخمسين هتاخد الف وخمسمائة نفس الحوار نفس الصورة نفس الموقع تمام نفس الحاجة تمام تعالوا 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 تعال تويتر فيسبوك والحوارات دي كلها بعدين ارجع تعال هنا نفس الصور اللي هما كده وكده اوبس ده ايه ده نفس الناس تعال مين دول رومان شتيفن رومان شتيفن تمام مين ده ابو عزيزة تعال اعتقد ان انتم شفتوا كل حاجة امام حضراتكم دلوقتي اوكي اعتقد ان شفتوا كل حاجة امام حضراتكم انا مش لازم اتكلم كتير انا حبيت بس اقول ان انا اما بتكلم مش عشان اجيب زيارات ولا عشان انا ما طلعت بالفيديو ده وطلعت علشان انام على سريري مرتاح عشان انا مش محتاج الجنيه ولا الدولار من اي شخص بالعكس انا محتاج لانا افيد الناس وده او احنا كلنا عملنا هذا النظام رح نفيد كل الاشخاص ورح نكبر بالنما بالعكس احنا بنرجع الوراء للأسف بش نطلع لقدام اما احنا عملنا موقع اونلاين عملنا عشان نفيد الشعب مش عشان ننصب عليه انا اديتكم وجهة نظر ما اعتقدش اللي انا هتكلم تاني في الموضوع ده او هاشرح تاني ان لك حركة الاختيار انا مش هسيب اي رابط احالة تحت ولا اي حاجة اشترك ما تشتركش اامل ما تعملش ده كان ردي على الفيديو القديم وما تنساش فيديو طويل اه عشرين دي احترم وجهة نظرك ياريت ياريت تشوفوا الحد الاخر وياريت تسيب رأيك وتعليقك اشكركم ان شاء الله واشككم فيديو تاني ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة